وحيكم مشاهدين البداية بالواشنطن بوست التي أشارت إلى أن تصعيد الخطاب من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس وعزمها الواضحة على استخدام القوة من شأنه أن يهدد بفشل الجهود الدبلوماسية لاستعادة الديمقراطية وإنهاء الانقلاب العسكري في النيجر كما ينذر احتمال تدخل إكواس في النيجر باندلاع حرب إقليمية أوسع ما يثير قلقا كبيرا لأن مئات الجنود الغربيين متمركزين بالمنطقة بما في ذلك القوات الأمريكية والفرنسية وتلفط الصحيفة إلى أن قوان إقليمية كالجزائر وجنوب إفريقيا أعربت عن قلقها بشأن التدخل العسكري بقيادة إكواس وتذكر الصحيفة بما قاله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال زيارته مؤخرا إلى واشنطن بأنه بالإمكان أن تبدأ تدخلا عسكريا لكنك لا تعرف أبدا كيف سينتهي ونشرت نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم قالت فيه أنه يتم الاحتفاء والإشادة به خارج النيجر لكن الانتقادات توجه إليه داخل بلده ويقول المراقبون أن بازوم فشل في شرح أفكاره للجمهور بشكل مناسب على الرغم من مهاراته التدرسية مثل دعمه تعليم الفتيات ويحاول حلفاء بازوم الغربيون والأفارق التفاوض على إطلاق سراحه لكن آمالهم في إعادته للسلطة تتلاشى بسرعة وتنقل نيويورك تايمز عن خبراء في المنطقة قولهم أن الانقلابيين عززوا قبضتهم على مفاصل الدولة ويجب أن يكون بازوم مدركا جيدا أنه فقد منصبه مشاهدين إلى متابعات الصحف لحرب روسيا على أوكرانيا والسريت جورنل نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم أن طائرات F-16 التي سمحت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بها ستعزز بشكل كبير القدرات العسكرية لكييف لكنها لن تساعد في الهجوم المضاد هذا العام ويقول الجنرال جيمز هاكر القائد الأعلى للقوات الجوية الأمريكية في إفريقيا وأوروبا أن هذه الطائرات لن تكون عاملا حاسما في الحرب لكنها ستساعد أوكرانيا على دمج أنظمتها العسكرية بشكل أفضل مع الأسلحة المقدمة إليها من الولايات المتحدة والحلفاء كما نبه هاكر إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات قبل أن تستفيد أوكرانيا بالكامل من الطائرات نسبت مجالة نيوزويك إلى مايكل ماكفول سفير الولايات المتحدة السابق لدى روسيا القول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قبل إبرامي اتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا حيث يعول على فوز دونالد ترامب وأشار ماكفول إلى أن بوتين يعتقد أن عامل الوقت في صفه وأنه ينتصر وأن جيشه نجح في صد الهجوم المضاد الأوكراني وأنه يحكم السيطرة على الأراضي التي تم احتلالها العام الماضي نشرت صحيفة هاارتس الإسرائيلية تصريحا لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن قال فيه أن المجر وقعت اتفاقية لتصنيع طائرات بدون طيار بالتعاون مع شركات إسرائيلية وألمانية في إطار جهود لتنمية وتحديث صناعتها العسكرية والدفاعية وتلفط الصحيفة إلى أن الصناعة العسكرية في المجر تشهد نموا في وقت دافعت فيه باستمرار عن وقف فوري لإطلاق النار داعية لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا كما رفضت الحكومة المجرية تزويد أوكرانيا بالأسلحة أو السماح بنقلها عبر الحدود المشتركة بين البلدين أشارت الواشنطن بوست إلى أن القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تمثل تتويجا لجهود قامت بها إدارة بايدن على مدى عامين لتقارب أو للتقارب بين توكيو وسول بعد عقود من الاتهامات والعلاقات الفاترة كما أن القمة تمثل بداية لما يأمل البيت الأبيض بأن يكون امتدادا لمشاركة ثلاثية في مواجهة العدوان العسكري الصيني والإكراه الاقتصادي وبرنامج الأسلحة النووية المتنامي لكوريا الشمالية تم تصميم القمة لتكون غنية بالرمزية فقد كانت كامب ديفيد موقع اتفاقيات السلام التاريخية عام 1978 بين إسرائيل ومصر وتعد المشاركة الثلاثية جزءا مهما من شبكة متنامية من الشراكات متعددة الأطراف التي أنشأتها إدارة بايدن بهدف الحفاظ على ما تسميه هي وحلفاؤها منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة بينما قالت صحيفة جلوبل تايمز الصينية أن الخبراء حذروا من أن قمة كامب ديفيد ستجلب المزيد من المخاطر الإقليمية ويقول لوتشو الخبير في قضايا شبه الجزيرة الكورية للصحيفة إن من المناسب القول أن قمة كامب ديفيد ربما تكون بداية لحرب باردة جديدة بل أن جو الحرب الباردة انتشر قبل أن تبدأ القمة ومع ذلك لن يكون من السهل ربط مصالح الدول الثلاث معا إذ تعتقد كوريا الجنوبية أن قضية شبه الجزيرة الكورية هي أولوية قصوى لكن من الواضح أن الولايات المتحدة واليابان ينصب تركيزهما بشكل أكبر على الصين أو القضايا الأخرى التي تخدم الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة أشارت الاندبندنت إلى تحذيرات تطلقها جمعيات خيرية بأن الأطفال الجوعة لجأوا إلى سرقة الطعام حيث يعيش أكثر من 120 ألف شاب الآن في فقر متقع في بريطانيا وأظهر مسح أجري على عينة من العمال أن الوضع ساء منذ العام الماضي مع ارتفاع مستويات الفقر المتقع بين الأطفال والشباب بشكل ملحوظ وحذر مختصون من أن الفقر المتزايد يبقي الأطفال خارج المدرسة لأنهم قلقون من تعرضهم للتنمر بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الملابس المناسبة مشاهدين شكرا لمتابعتكم عرض الصحافة يومكم سعيد أينما كنتم هذا ليس كل شيء في هذا اليوم يا محمد وإزدهار أليس كذلك؟ طب الحال مجموعة من الأخبار تابعنا بطالة المترجم للقناة